السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن برج الميزان هنشوف طاقة برج الميزان في انجام برج الميزان مخبلنا ايه تاريخ الفيديو بتاعك اتنين ستة يا رب كل الخير ليكم يا برج الميزان انزلوا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو ولو لسه ما اشتركوش في القناة اشتركوا فعالوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد يلا برج الميزان نشوف ايه الاخبار عندكم بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بسم الله تعبنين شوية الفترة دي في شوية تعب نفسي او جسدي اه عندكم صداء جسم وجعكم اعصاب في شوية اوجاع في الجسم عندكم في كلام عندكم على امور على فلوس على مديات على حال غير الحال في حاجة مش عجباكم في حياتكم عايزين تغيروها الفترة دي خلال خمس او ست ايام هيكون في تحسن في حالتكم النفسية ان حالتكم النفسية متأثرة باللي حواليكم جدا النفسية محتاجة تغيير محتاجة ان انتو تبطلوا تلوموا في نفسكم انتو فجدين مشاعر كتير فجدير فجدين امور يعني اه حلوة يعني ممكن كمان يكون سبب الفجدان ده ان في ناس اختفت من حياتكم فجأة اختفوا بعدوا ومعايزينش يقفوا يبقوا معاكم في اوقات مرتوا بها صعبة الله اعلم انتو هنا مش مستحملين اي حاجة ولا مستحملين صوت عالي ولا مستحملين كلمة ولا مستحملين اي حاجة من حد حاسين ان الدنيا سودة فشكم وده اكبر غلق اه انتو بس اليومين دول في حاجة شغلاكم قوي في حاجة مأسرة عليكم قوي في حاجة بتفكروا فيها كتير الله اعلم اه خلوا بالكم ان عدد اه ساعات نومكم بدأت تقل اه قوابيس مزعجة طول الليل تفكير طول الليل ارهاق طول الليل مش عارفين تناموا من كتر التفكير وعشان كده اصبحتوا عصبيين جدا اصبحتوا متوترين جدا مش عارفين تفعلوا او تعملوا حاجة فيها خطوة ايجابية العصبية دي بتخسركم حاجات كتير العصبية دي بترجعكم لورا ما فيهاش اي تقدم مش عايزاكم تكون يعني حياتكم يكون فيها يأس بلاش طول الوقت عملين تلوموا نفسكم على حاجات على كلام على مواضيع طول الوقت في لوم طول الوقت في عذاب طول الوقت في طاقة عايزاكم كمان الفترة اللي جاية يكون عندكم طول بال مش عايزاكم طول الوقت عصابكم تعبانة طول الوقت حساسية زايدة بلاش تكونوا حساسيين زايدين بالاخص مع الناس اللي انتو بتحبوهم لانه انتو حساسين جدا فبتحصل مشاكل البعض منكم كمان اللي عنده دوامة او عنده حيرة او باب مقفول عليه عندكم خروق او اقدر اقول ان رحلة تانية خالص غير اللي انتو فيها فيه عينين مركزين معاكم العينين دول مش كويسين رشقين في حياتكم السبب الرئيسي في الرجوع اللي ورا اللي عندكم ده العين العين عملالكم حساس شديد جدا انتو زعلانين على نفسكم ولا زعلانين ان انتو عملتوا خير كتير وما تمرش في اللي حواليكم لان فيه ناس كتير بتتمنى ان هما يكونوا زيكم يعني اللي شايفكم من برا ما يعرفش مشاكلكم من جوا العين عليكم وفيه اكتر من حد عايز يبقى زيكم لكن مش عارف يوصل او مش عارف يبقى ازاي ان انتو شايلين جبل انتو مستحملين استحمال محدش يعرفه البعض منكم هيكون عندو اتفاق على حاجة جديدة عندو كلام يخص حاجات جديدة هتحصل عندكم بإذن الله بصوا هنا هنا فيه اخلاص انتو مخلصين لحد جدا الفترة دي طريقة كبيرة فيه اخلاص فيه طاقة ايجابية جوه قلبكم لكن فيه حد هنا يعني حد كبير في السن عمال يدعلكم يدعلكم بالخير يدعلكم بالزرورية الصالحة يدعلكم ان انتو تحقق حلمكم هو يعني الحد الكبير ده عمال يدعلكم ليلوين هو لاني عايش في الوضع بتاعكم عارف ان انتو مظلومين وحظكم قليل هنا انتو قفلين على نفسكم باب وقعدين لوحدكم بتعانوا من ضغط عالي بتعانوا من عدم استكمال امور بسبب التفكير الرهيب خلوا بالكم ان انتو لما بتقعوا ما بتلاقوش حد في حياتكم في شدتكم ما بتلاقوش حد يقف معاكم انتو عملتوا خير كتير لكن الناس دي ما تمرش فيها من حوالي كده يجي سنتين او تلت سنين حاجة ضعت منكم وفقدتوها ومش عارفين حتى ترجعوها خلوا بالكم ان انتو هيكون عندكم عدالة في حياتكم بالنسبة لكم لان انتو حسيتوا بالقهر والظلم ودايما حسين ان انتو مفيش حد معاكم غير ربنا انتو هنا مشتقين لاطفال او مشتقين لاحبة البعض منكم فيه اتفاق على الطلاق بينه ما بين حد او فيه طرف تالت هيخرج من علاقاتكم فيه طفل عندكم تعبان او مأزي او طفل ده يعني فيه حاجة عنده فيه مشكلة في صحته او هو يعني فيه حاجة تخص الطفل ده لان الطفل ده تعبان الفتاة حزينة جدا الفتاة شايفة ان كل حاجة ماشية عكس ما هي عايزة لكن ما تعرفش ربنا مخبلها ايه حلوا بالكم ان انت الفترة اللي جاية هيكون فيه نصرة حلوة هيكون فيه طاقة ايجابية او هتطلعوا من الصدمة اللي انتو فيها الاحسن حاجة ان انتو تركينوا الناس اللي في حياتكم دي كلها على جنب وتبدأوا تتعاملوا بحاجة انتو بتحبوها خلوا بالكم ان الناس اللي حواليكم مش حبالكم الخير الناس اللي حواليكم عايزين اصلا يكسروكم لكن علشان انتو تكونوا في كمة الانطلاقات لازم تكتموا على اسراركم وتكتموا على حياتكم بصوا بقى انتو هنا عاطفيا محتاجين الاهتمام عاطفيا محتاجين الحب انتو رومانسيين جدا عايزين حد يطبطب حد يبقى معاكم في كل حالتكم وبالاخص العاطفة لان العاطفة عندكم صفر مفيش اكتمال او ما بتدخلش اصلا في علاقات انتو خايفين فباذن الله ربنا هيوسع حياتكم بشكل ايجابي ويبعث لكم الشخص المناسب يكون في حياتكم لان انتو عندكم بداية جديدة بداية حلوة طيب في حد عندكم مسافر او في حد عندكم ناوي على سفر لان في امور عندكم طيب خلوا بالكم ان في حاجة هتحصل معاكم الايام اللي جاية الحاجة اللي هتحصل دي هتكون اكتشاف بالزكائكم يعني انتو اسكياء جدا فالحاجة اللي هتحصل دي هتكون اكتشاف اكتشاف لزكاء انتو هتكونوا اسكياء جدا خلوا بالكم ان الناس اللي حواليكم بنغير منكم جدا ومش يعني فيهم غيرة وفيهم حجد اتجاهكم انتو عندكم رحلة حلوة او سفر حلوة او نقلة من مكان لمكان في امور هتكون جميلة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى في معانات انتو بتعانوا مع حد عشان تفهموا وجهة نظركم لكن هم مش فهمين ولا عايزين يفهموا في حد يعني حاسس ان هو مش فيه امور مختلفة بصوا انتو روحانياتكم عالية ونجموكم حلو يعني حتى نجموكم كده اخي الجنب مع نفسه وحابب ان هو يكون لوحده لكن فيه ناس بتحاول تأذيكم بيحاولوا ان هم يعملو لكم مشاكل ناس بتديكم عين ان حتى انتو متعرفوش تناموا الليل ليه طول الوقت مدخلين نفسكم في مراحل سلبية ليه طول الوقت حاسين ان انتو الوحدكم انتو عندكم الفترة اللي جاية صلح حال او يعني فيه امور هتتصلح عندكم بسم الله ومشاكل الله عليكم طيب انتو بتستغفروا ربنا الفترة دي بتستغفروا ربنا او بتقربين من ربنا بتقربوا قرآن بتصلوا اسكار ادعية فيه يعني انتو قريبين من ربنا لاني حاسين بالفجدان حاسين بعدم الاستقرار في حياتكم بتحاولوا البعض منكم بيحاولوا يسعوا عشان يجيبوا الفلوس بتاعتهم بيحاولوا يسعوا عشان يحقق حلمهم بيحاولوا يسعوا ان يشوفوا حياتهم بشكل غير اللي هم فيه خلوا بالكم انتو من وقت للتاني فيه تردد فيه حيرة فيه اه تفكير معاكس اتجاهكم فخلوا بالكم فيه ستة كبيرة تعبانة الستة دي رجليها واجعها ماشي على عكاز او ماشي على حاجة رجليها واجعها او بتعاني من خشونة في الرجبة وبتعاني من واجع في الرجلين الستة دي طيبة جدا وفعلا بتحبكم من كل قلبها لكن اتعبها صحي مخليها فكدة خلوا بالكم انتو الفترة اللي جاية فيه مناسبة حلوة مناسبة جميلة هتديكم طاقة ايجابية لكن فيه مواجهة مع حد يعني فيه مواجهة كده مع حد كده الله اعلم لان فيه حاجة كبيرة جدا بتيج بين على نفسكم اكتر علشان تفعلوها انتو عايزين تعملوا توازن في حياتكم عايزين تعملوا توازن في تفكيركم عايزين تعملوا توازن في الاوضاع بتاعتكم الاحسن انتو متكونوش عصبيين خالص وتستحلوا بالصبر وبالهدوع ولو حسيتوا ان فيه وضع عصبي حاولوا انتو اسكار على طول هتلاقوا الدنيا بدأت تتيصر معاكم فيه لغبطة لغبطة في تفكير لغبطة في مواضيع انتو بتحاولوا ترتبوا اموركم علشان فيه شوية قلق شوية زعل او امور عكس اتجاهكم وبالاخص بالاخص مع الشريك هو انتو يعني فيه حد مريض لقدر الله عنده مرض وحش يعني فيه مرض وحش لحد عندكم والحد ده حالته النفسية وحشة قوي بإذن الله بإذن الله ربنا يشفي البعض منكم شاكك في الشريك البعض منكم زعلان منه حاس انه بيعمل حاجة من وراء ظهركم يعني انتو شكين في الشريك فيه امور معكسة تفكركم فيه برج التور عندكم او كان فيه برج التور اتفرقته بحصل مشاكل عندكم حد كان من برج الحوت انفصلته بسبب ظروف بسبب المقربين كان فيه حد عندكم يعني حصلت مشاكل ما بينكم وعندكم كمان برج الجدي يعني كان فيه حب قوي وتبدل الحال 180 درجة وعدت تسألوا نفسكم مش عارفين ايه الدنيا ماشية ازاي انتو بتقولوا ياما احنا كنا مش عارفين ناكل ياما ما كناش عارفين نرتاح ياما ما كناش عارفين ننام علشان خاطر نكون مع اللي بنحبهم نكون في وسط الناس اللي احنا عايزنا لكن ما حد اشتمر فيه اللي انتو بتعملوه ما حد اشتمر فيه اللي انتو يعني عملتوه بسبب يعني ما حد اقدر بالعكس تجو عليكم وحس ان انتو بتعملوا على حاجات مخالفة ربنا يعني فضل ربنا سبحانه بس انتو بلاش تقلق مين عمل بلوك المين فيه حد عندكم عمل بلوك الحد انتو عملتو بلوك الحد هو انتو بتقولوا حظ بنا والله ونعم الوكيل فحد دمر كم وغدر بيكم اذا كان بسحر او اذا كان ضحك عليكم طول الوقت بتتحز بنو و لما بتجي تتحز بنو الحزبان بيطلع من جو قلبكم يعني مش بطريقة وخلاص العكس الحزبان بيطلع من جو القلب بسبب اللي انتو شفتوه بسم الله ما شاء الله عليكم طيب انتو حاليا هتحطوا نقط على حروف في اكتر من حاجة لان عايزين الاستقرار في علاقة جديدة هتدخلوا فيها هيكون فيها حب حب متبادل هيكون فيها طاقة بإذن الله طيب وانتو عايزين علاقة لكن الاهل معتردين في اعتراض على الاهل يعني الاهل مش عايزين تخش العلاقة دي في اعتراض في مشاكل يعني في امور معكسة في حد متمسك بيكم لكن انتو مش عايزين تكملوا العلاقة دي انتو بتقولوا يعني سبون الوحدي مش عايز اتكلم مع حدي نفسية تعبانة لان طول الوقت ما بتفتكروا اللي حصل لكم بتبقوا عايزين تمشوا لكن في حد طيب جدا وهيكون كويس هيدخل حياتكم وهيبقى في اعتراض ما بينكم يعني الاهل هيكونوا معتردين عليه وانتو هتحاولوا ان انتو تبعدوا لانكم هتكونوا خايفين من اللي بيحصل فعشان كده هيكون في حيرة في زعل في قلق وطاقة مأسرة على الوضع بتاعكم طيب هو في حمل ولا انتو مستنيين حمل من حوالي 2016 او 2018 من بدري قوي وعمالين تبعوا ربنا لان في دعاوي كتير قوي بسبب حمل طيب انتو حاليا تعبنين بسبب اخت او تعبنين بسبب دين عليكم في قضية عندكم وبسببها نفسيتكم تعبانة شوية طيب في حد منكم قطع صلة رحم بين وما بين اهل بسبب اللي حصل خلوا بالكم انتو الفترة اللي جاية هتكتشفوا حاجة هتفرحكم هتكتشفوا حاجة هتديكم حاجة جديدة انتو بتقولوا ان احنا اخطأنا ان احنا دخلنا ناس في حياتنا ما كانتش تستاهل وعشان كده انتو عايزين تمشوا مش دايم مش لازم الانفصال يكون انفصال علاقة عاطفية ممكن يكون انفصال عن شغل انفصال عن اهل انفصال عن مكان انتو زي ما يقول انفصال بتنطبك على اللي عايز ينفصل عن حاجة معينة طيب الفترة اللي جاية دي هيكون في طرف خيط طرف خيط انتو هتمسكوه هيكون في امور مستجدة لحياتكم خلوا بالكم لان انتو هتحسنوا من اوضاع كتير عندكم في رجوع لزوج او ليم شاملة مع اطفال لان انتو في نظرة بعيدة لحد غايب عنكم بقالوا مدة حد يعني مستنينوا يتتكلموا معاه حد يعني حد بعيد عن العين حد مسافر فيه اشتياء وفيه دمعة حزن فيه مرقبة انتو بترعبوا حد ولا حد بيرقبكم فيه طاقة مرقبة كبيرة اوي وطاقة المرقبة دي وراها اشتياء وراها لحفة وراها حب فلو كان في حد بيرقبكم فهو مستني الفرصة المناسبة ياخد الخطوة اتجاهكم ويكلمكم طيب انتو الفترة دي نويين ان انتو تاخدوا حقكم نويين ان انتو يعني تتعاملوا بشكل غير الشكل اللي انتو فيه حاليا الله اعلم لان انتو نويين يعني يكون فيه حياء مختلفة غير اللي انتو بتفعلوها دلوقتي طيب احب اقول حاجة معلش كده هو انتو اكتشفتوا ان الشريك متجوز في السر ولا اكتشفتوا ان الشريك في علاقة تانية يعني ايه اللي اكتشفتوا عن الشريك مخلي نفسيتكم قفلة عن الشريك خالص ومش عايزين حتى تفتحوا معاه اي كلمة لان الشريك فعلا عملوكم صدمة كبيرة جدا الله اعلم البعض منكم بيدور على شغل بدور على حاجة بديدة يفعلها الحال مش مكاف او البيت مش مكاف فبتدور على شغل جيد انتو بتفكروا كتير الفترة دي بتفكروا في اكتر من حاجة مش حاسين بالراحة يعني مش حاسين بالاستقرار غير لما هتاخدوا حريتكم فئتكم غير لما ربنا يكرمكم لان انتو في تعارف على حد نرجسي او انتو كان في حياتكم حد نرجسي حد اناني ما بيحبش غير نفسه يعني ما بيحبش غير ان يكون لوحده فاخدوا خدوا بالكم من نفسكم انتو الفترة اللي جاية هيتفتح اسم اسم كبيرة في حياتكم اذا كانت استثمار اذا كانت شراء حاجة اذا كان امور هتكونوا مكتدرين تفعلوها الله واعلم ربنا هو ما حد يعلم من غيب الا الله لكن انتو محتاجين انتو عودوا مع نفسكم شوية محتاجين ان انتو التبطبع على نفسكم محتاجين تحبوا نفسكم لان انتو كارهين الدنيا كلها وقفلين على نفسكم ببان كتيرة ربنا بازن الله يكرمكم من حيث لا تحتسم طبعا لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علي باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصالوا بيه على الحبيب يلا نزلوا باللايك وربنا يكرمكم ويبشركم باللي انتو محتاجينه وعايزينه تحياتي